التطورات الرهنة على الساحة العربية عموما والفلسطينية خصوصا بحثها رئيس مجلس النوافد بهبر في عين التيني مع رئيس كتلة التغيير والإصلاح لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الزهار على رأس وفد من الكتلة والحركة الوفد أكد وحدة الشارع الفلسطيني وتطبيق ما يمكن تطبيقه من برامج المصالحة والتعاون أكدنا على مبادئنا وحدة الشارع الفلسطيني وتطبيق ما يمكن تطبيقه من برامج المصالحة والتعاون فيما بيننا ومع الدول العربية الوفد البرلماني الفلسطيني زر أيضا بيت الوسط حيث التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حضور النائب السابق باسم السبع الوفد وضع الرئيس الحريري في صورة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كما جرى استعراض لوضع غزة الإنساني وعدم التوطين لأي فلسطيني كان أن الصورة عندنا بتكتمل في لبنان بأن لبنان مع فلسطين قلبا وقالبا راعت اللاجئين وفي وعود بتحسين وعود حقيقية بتحسين الأوضاع في بعض المناطق اللبنانية وحاولت السعي لجمع أموال وقد نجحت الحكومة هنا في بعض أموال لتحسين شروط اللاجئين خاصة بعد قرارات الأمم المتحدة وسياسة الأمريكية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني الزهار أشار إلى أن الرئيس الحريري شدد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني اشتركوا في القناة